آدم عليه السلام لما شاءت إرادة الله أن يوجد آدم على الأرض أخبر الملائكة فقال سبحانه وتعال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم لم يكن تساؤل للملائكة الاعتراضا منهم على مشيئة الله عز وجل فهم منزهون عن ذلك بل كان سؤال تعجب واستغراب ولعل الملائكة قد رأوا الحيوانات على الأرض وهي تتصارع ويقتل بعضها بعضا وافترضوا أن الإنسان سيفعل مثلها أو لعل الله أطلعهم على الغيب وماذا سيفعل الإنسان في المستقبل أثناء حياته على الأرض وعن مجاهد بن عبد الله بن عمر قال كان الجن في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفين سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم فلما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما فسدت الجن وفصر بعضهم قول الملائكة على أنه استغراب وتعجب من فعل بني آدم في المستقبل كأنهم يقولون وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم أو كأنه سؤال على وجه الاسترشاد لا على وجه الإنكار المهم أن الملائكة عجزوا عن فهم حكمة الله تعالى في جعل هذا الخليفة من جنس آخر يختلف عنهم وكان جوابه أن قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون فهو سبحانه وتعال يعلم أن عمارة الأرض تحتاج إلى خلق آخر غير خلقة الملائكة أو الجن خلقا يرتبط بالأرض ودنيا يحبها ويعمل على عمارتها ويتحمل في سبيل ذلك الجهد والمشقة وذلك يختلف عن طبيعة الملائكة النورانية أو طبيعة الجن النارية بل يكون مخلوقا من طين الأرض إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين بسبب التخمير إلى الطين لازج يلتصق بعضه ببعض إنا خلق نواهم من طين لازب ثم تغيرت رائحة الطين فصار صلصالا أملسا مسقولا أي مسنونا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وليس لنا أن نسأل عن ما هوية الروح بعد أن قال الله في شأنها ويسألونك عن الروح قال الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال بعض العلماء عن الروح إنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر وقالوا إن اتصالها بالجسد ينتج عنه النفس وعلى كل فإنه إعلاء لشأنها وقدرها نسبها الله إلى نفسه فقال ونفخ فيه من روحه كان سبتنا البيت الحرام بمكة إلى الله فنقول هو بيت الله وقول إبراهيم عليه السلام عند بيتك المحرم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فكان أول ما شهده آدم بعد خلقه هو سجود الملائكة له سجود تكريم لا سجود عبادة أو هو سجود لنفخة الروح فيه فهم لم يؤمروا بالسجود إلا بعد نفخ الروح فيه وهي دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في بعث الحياة فيما لا حياة فيه وعلم آدم الأسماء كلها وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذي سيجعله الله خليفة في الأرض وهو آدم وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها فسم بما خلق منه والأرض يميل لونها إلى الصمرة ومن معاني آدم الصمرة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح للملائكة شرف آدم ولماذا فضله الله بأن اختصه بالخلافة في الأرض ومعنى قوله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم أسماء كل شيء ولما رأى الملائكة ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وسجود للملائكة لآدم كرامة عظيمة من الله تعالى وهو سجود تحية وسلام وإكرام وهنا مسألة إذ أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة وإبليس كان من الجن فهل شمله أمر السجود؟ قال بعضهم إن إبليس كان من الملائكة وكان اسمه عززيل وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبر وبعضهم قال إن الجن فرعا من الملائكة وبعضهم قال إن إبليس كان من الجن والكنه كان حاضرا فلما أمر الله الملائكة بالسجود دخل إبليس في خطابهم فإنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم أفعالهم وعلى كل فقد كان مأمورا بالسجود بدليل قوله تعال قال يا إبليس ما منعك لا تسجد إذ أمرت وكان جزاء كفره أن طرد من الجنة ومن رحمة الله تعال قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يقال إن آدم كان يتحدث أحيانا مع الملائكة ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله تعال ولهذا كان آدم يحص بالوحدة وجاء في التفسير إن الله ألقى على آدم النوم ثم أخذ ضلعا من جانبه الأيسر وخلق منه حواء فلما استيقظ آدم وجدها عند رأسه فسألها من أنك قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن إلي حواء تعنى السكينة وهذا يتفق مع الهدف الذي من أجله خلقت حواء لقوله تعال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجاء في التورات فأوقع الرب الإله سباة على آدم فقام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظام ولحم من لحم هذه تدعى امرأة لأنها من أمرأ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا اشتركوا في القناة